أيضاً أبو السلطان يعني على مدار تقريباً أكثر من 1700 بيت شعري كتبها الشاعر مشعل الحارتي في زاوية ربما البعض سألك عنها أو ربما البعض أثارها بشكل أو بآخر جانب الحدث والتوقع والتنبؤ عند الشاعر بالذات مع الأحداث السياسية هي كذا يعني تعتبر ضرب عشواء هكذا تخمين ولا أحياناً فعلاً الشاعر يقرأ ويحلل ويشوف المقدمات ويطلع بهذه النتيجة لك كذا قصيدة ذكرت فيها بعض التفاصيل اللي بعد فترة شفناها رأي العين مش قصت ذور يا بصور والله يطوي العمر شف الشاعر هو نبي في النهاية الشاعر يقول حدثة هو يقول يعني أنا ضد أن الشاعر أن الموضوع يصير تنبؤ هي مجرد قراءة مستقبلية جيدة للأحداث والطلاع لا أكثر ولا أقل ويكون بيت الشعر قابل لأنه يكون تنبؤ وقابل لأنه يكون بيت شعر عادي ممكن القصيدة هذه أنت ممكنك تقصدها هذه اللي كانت في هذه البحرين هذه لا هذه في المغرب كان أثناء زيارة ملك حمد بن عيسى الله يحفظه بطول عمره للأمير سلطان كان بحضور مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فكلفت أني أقول قصيدة وكانت القصيدة قبل الأحداث اللي صارت في مملكة البحرين اللي تدخل فيها دلع الجزيرة نعم كانت قبلها بسنة تقريبا فمن ضمن الأبيات أنا أقول ونصار ولا صار تخاطب الملك حمد ونصار ولا صار قل لي أخواني تبي تجيك حشود وتعود الحشود وترى المسافة بيننا في ثواني يرجع لك الأجرب ولكن مجرود في كف عبد الله وسيع البطاني فصار بعدها بسنة وصارت الأحداث وفعلا دخلت قوات دلع الجزيرة مثلا بل قوات المسلح السعودية وصار اللي صار بالحمد لله حد تسميه حد يعني أنت زي ما قلت لك أنت تشوف الأخبار وتشوف الأحداث وتربطها ببعض ولو ما صار الشي هذا لو ما دخلت قوات دلع الجزيرة فأنا صادق يعني وما صار قل لي أخواني حان أخوانك سواء صار الشي هذا ولا ما صار شيء يا ملك حمد ولا أي واحد من دول مجلس التعاون اللي يطلب وقفة المملكة غير مستغربة على جيرانه نعم يعني إذن مش جانب الشاعر عندما يكتب قصيدته وتحدث تحديدا عن الشاعر مشاهل الحارتي هو ليس وصف لحظي ووقتي للحالة بل أحيانا أنت عندك رسائل لازم يكون لك خط رجعة في بيتك وفي نفس الوقت إذا صار الحدسك هذا يصير البيت راكب عليه يعني بالملي طيب طالما الحديث عن البحرين خلنا بشوف هذا المقصر أيضا موسيقى يومنا دانا جنود الجزيرة هذه أبو سلطان العرض التي شاركت في كتابتها صحيح شاركت ألقيت هذا نجتني دعوة من الديوان الملكي البحرين أثناء زيارة الملك سلمان دول مجلس التعاون أني أشارك في حفل استقبال الملك سلمان أشارك أني ألقي القصيدة وفرقة الدرعية كانت متواجدة هناك برضهم جايهم دعوة وهم اللي شالوا القصيدة وكتبتها وألقيتها وأدوها فرقة الدرعية صحيح هذا شكل جديد أنت متعودا عليه؟ أول قصيدة عرضة أكتبها أول قصيدة في خلاف كبير؟ قصيدة العرضة هي كلها شعر زي ما قلت لك ولكن قصيدة العرضة يبغى كل بيت أو كل شطر يكون له معنى مستقل لأنك العرضة لما تشيل شطر وتعيدها مرة ثانية فما يصلح أنك أنت تعامل قصيدة العرضة مثل قصيدة المنبرية اللي لازم أربع بيات والمعنى يكتمل في آخر بيت لازم يكون المعنى متكامل في كل بيت إذا ما كان في كل شطر يكون معنى الحالة وفي النهاية يطلع المعنى واحد